السلام عليكم يحدث في غزة أحد أصعب أنواع المجاعات الحاصلة في التاريخ وهي مجاعة تتجاوز المجاعة الغذائية الحاصلة في منطقة شمال قطاع غزة إنها المجاعة الصحية أو كارثة المستشفيات لدى المرضى والجرحة عموما ولدى ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والحركية على وجه الخصوص آخر تقرير صحي عن أعداد ذوي الإعاقة في قطاع غزة صدر عام 2022 بلغ عدد الأفراد المسجلين 55 ألف فرد كم نسبة الإعاقة الحركية منهم 47% هؤلاء الأشخاص الآن لا يجدون مستشفيات ولا مراكز طبية ولا معداد تأهيل حتى من أصيب منهم في هذه الحرب لا يمكن نقله لتلقي العلاج اللازم إحدى هن مثلا وهي أخت لأحد الأصدقاء استشهد جميع أفراد عائلتها وبقيت وحيدة ولا يستطيع أخوها المغترب إجلائها إليه لماذا؟ لأنها من منطقة شمال قطاع غزة برجاء الحديث عن هؤلاء لأن الجائع قد يصرخ ويقول أنا جائع أما هؤلاء فيتألمون ويصرخون ولكن بصد ترجمة نانسي قنقر